والنجم إذا هوام ما ضل صاحبكم وما غوام وما ينطق عن الهوام إنه إلا وحي يوحام علمه شديد القوام ذو مروة فاستوام وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قابق السيل أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرام ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المتها عندها جنة المأوام إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزام ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية أنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما أعملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطول أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرعت الذي تولى وأعطى قريناه وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وعزرته وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرام ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خنق الزوجين الذكر والأوثى من نقفة إذا أتمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأطنا وأنه هو رب الشارى وأنه أهلك عدن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفا ليس لها من دون الله كاشفا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا ترجمة نانسي قنقر